عايزة نروح بقى مع حضرتك للزمالك ونحن نتكلم عن تجديد العقود مين اللعبين هتجدد مين اللعبين مش هتجدد في كلام كتير على الموضوع ده أعتقد حزم إمام قاعد قاعدة التجديد لكن لسه أشرف بن شرقي لسه أبو جبل تقول لنا كده آخر الأكبار في الموضوع ده وده طبعا هيأثر بقى على الزمالك لو بنتكلم في الدوري وفي أفريقيا بصي وطبعا المشامل طولة منصوريس نادي الزمالك استلم نادي الزمالك في فترة صعبة جدا تعاقب مجالس إدارات تعاقب إدارات مؤقتة فهو في النهاية جاي عشان يحاول يلملم الأوراق ويحاول أنه هو يرتب الأوضاع داخل نادي الزمالك عشان يقدر على مستوى حتى فريق الكرة اللي هو الأهم دلوقتي أنه هو واخد طبعا السوكسية واخد البروباجندا الإعلامية وهو المطالب بدورة أبطال إفريقيا ومطالب بالدور المصري فداخل طبعا في حسب حسابات كتيرة جدا لازم يؤدي أفضل النتائج فطبعا هو داخل على ملف كبير جدا هو ملف تجديد لعيب الزمالك لعيب الزمالك عندك تمن لعيبة في الزمالك لازم يجدده رقم مش قليل تمن لعيبة في الزمالك دي رقم كبير جدا في نفس ذات الوقت أنت محروم من القيد يعني كارثة أنت ما تقدرش أنك أنت تتعاقد مع لعيب جديد وتقدر تأييده أنت مشيت اللعيبة اللي عندك عشان ما عندكش قيد لأنك أنت معاقب من الفيفا كمان تمن اللعيبة دول طبعا فيه أربعة نجوم الشباك وفيه أربعة منهم اللي حيفضل متواجد ومنهم اللي هيمشي الأربعة نجوم الشباك معرفين طبعا أبو جبل طارق حامد حازم إمام أشرب من شرقي مشامو طوله منصور يوم الخميس عمل لهم قاعدة وكان مدي معاد وقال لهم أنا حبقى متواجد في غرفتي في المكتب اللي عايز يجي جدد أهلا وسهلا اللي مش عايز هنقوله أهلا وسهلا وجود لك في مكان تاني خلاص هو كان صريح طبعا ده بيحصلش في مكان في العالم بالمناسبة يعني صعب جدا ولكن وضع نادي الزمالك حاليا هو اللي مخالي رئيس النادي يتعامل بهذا الأسلوب إنه مش لقي حل اللعيبة كلها جاء لها عروض اللعيبة كلها عندها مستحقات متأخرة اللعيبة عايزة شروط للتجديد فلازم يقعد معاه طبعا ما فيش حل بقى فلما نيجي نبتدي بأبو جابل أبو جابل طبعا ما هو مسك ورقة النصر السعودي ما هو مسك ورقة النصر السعودي طول ما هو ماشي النصر السعودي طبعا أبو جابل أنا معالي سبب هو حقه الراجل عنده 33 سنة وعايز يأمن مستقبله وخلاص قدامه سنة سنتين ثلاثة بالكتير في الملعب ويبتدي يفكر في الاعتزال فطبعا الراجل لازم يأمن مستقبله يأمن نفسه فليه شروط طبعا يوم الخميس ما حاجش راح شروط مالية فقط شروط مالية بالطبع وشروط على مستوى بقى التشكيل الأساسي وأبو جابل خلاص أصبح متوجه في التشكيل الأساسي أعتقد هو حاجز مكانه قريدي أنت بتلعب من ساعة ما جيت ومستوى سيء سبع أهداف في أربع مباريات دخلوا مرمى ما حصلتش في كاس أم الأفريقية يعني إذا كان هو ده مستوى كأبو جابل يبقى كاس أم الأفريقية كانت ظاهرة ممكن الضغط والتفكير ده اللي أنا كنت أجيله بقى إن إحنا ما نظلموش هنا لأن أبو جابل حارس مرمى رائع جدا وأصبح نجم شباك مع الشناوي وأثبت التألغ في كاس الأم الأفريقية وأثبت ده في كاس أم الأفريقية بس لما رجع وفيه ضغط إن أنا عندي نصر السعودي وفيه ضغط إن أنا عايز فلوس وده حقي وفيه ضغط إن أنا أزالها في التشكيل الأساسية وده حقي فده خلالي عايز إن هو يضع بعض الشروط عشان التجديد طبعاً محدش راخل حازم إمام حازم إمام راح وقال أنا مستعدة وقع على بياد قال له يا ابني تعالى بالليل وقع ده بالنسبة لحازم إمام طبعاً الموقف النهاية هيتعلن في 20 ساعة 48 ساعة لحد أقصى إن موقف اللاعبين كلهم أبو جبل قال له أنا مستني أخويا يجي بكرة بالأسيوت طبعاً كان موقف غريب جداً ولكن إدنا له عزره وأبو جبل عنده شروط التجديد إنه عايز فلوسه وده من حق وإحنا قلناه نفع عصر احتراف ولازم يأمن مستقبله طبعاً طواليس التجديد والتعفضات وكل ما يحدث داخل نادي الزمالك أو الأهلي أو أي نادي مصري بكل تأكيد نتمنى بأنها ما تأثارش على الأداء للمنتخب لأنه عندنا مباراتين قويتين ومهمين أمام السنغال